The percentage applications A man put TV set for LE 1500 and sold it for LE 1800 What was his profit percentage? في عندي هنا 2 prices الفرست price ده اللي اسمه buying price أو original price ده السعر الأصلي اللي أنا اشتريت بي وفي عندي السعر اللي أنا هبيع بي اللي هو 1800 طب أنا اشتريت بسعر وهبيع بسعر تاني في النص انا كسبت لينيあの selling price عندي اكتر من original price او buying price يبقى في عندي في النص ايه profit يبقى ريشي دولاتي عندي between original price to profit to selling price original price عندي 1500 والسailing 1800 طب الprofit كل الكلام ده in real الprofit عندي equal in الفرق ما بين الاتنين يبقى 1800 minus 1500 تديني 300 ده ان ريال ان بارسنتيج بقي انا عندي هنا مش راشي و ريال لا ريال و بارسنتيج لان هو طالب اوكي يبقي الهاندرد بارسنتي دي هتكتب تحت ايه دايما بيتكتب تحت او اللي هو يبقى هكتب هاندرد بارسنتي تحت وعايزين البروفت يبقى هنعمل 300 by 100 تفايدد 1 هتديني 20% طبعاً لازم تطلع بالpercent اللي هو طالب percentage يبقى عن طريق ال cross multiplication لو كان طالب السيلنج price يبقى كنن هنعمل 1,800 by 100 divided 1 1,500 واطلع result equal a in percentage a merchant put goods for LE 450 and spent LE 50 for transportation يبقى هو اشتراها 450 وفلوس النقل اتكلف كمان 50 عشانين قلهم اولا هو كسب هو اشتراهم ب450 ودفع كمان 50 يبقى كله على بعضه اللي دفعه كام 500 اللي هو cost price تكلفته كلها 450 ده سعر الجودز اللي اشتراها plus 50 اللي هو ايه يبقى ده cost price عندي تلع ب500 باعهم ب750 يبقى selling price 750 في النص كاس الماكس ابدأ الده ايه زي المسألة اللي فاتت بالظبط يبقى cost price to profit to selling price الكوست عندي 500 والselling price 750 طب الprofit طبعا برضو الفرق ما بين الاتنين يبقى 750 minus 500 تديني 250 الـ difference between الـ selling price minus الـ cost price 1,800 and sold at loss 8% باعناها باخسارة 8% calculate the selling price هو عايز selling price ومديني 1,800 ده ايه ده الـ buying price او الـ cost price او الـ original price whatever عايزين تسموه ايه يبقى هكتب ratio between cost price to loss to selling price اوكي دايما ما بينهم بيبقى اما profit اما loss يا مكسب يا خسار طيب الـ cost price عندي 1,800 الـ loss والselling price انا معرفو مش in real طب اتفقنا الـ 100% على طول تحت مين تحت الـ first digit اللي هي الـ cost price الخسارة اللوص عندي بيقول لي 8% يبقى هكتب تحت اللوص 8% طب خسارة يعني ايه يعني subtract يعني الفلوس قلت يبقى هنعمل subtract 8% from الـ 100% تديني 92% اوكي دلوقتي اعرف اجيب اللوص والselling price هو عايز ايه الselling price يبقى cross multiplication 1,800 by 92 divided 100 هتديني 1,656 اللي طبعا 1,600 less than 1,800 يبقى فعلا الselling price in real اقل من الbuying price يبقى انا خسرت انا بتأكد برضو من المسألة في الحل بتاعنا بشوف الكلام ده صح والغلط اللي ممكن يطلع اكتر فابقى سعيتها اعرف ان انا حطيت حاجة ما كان حاجة احمد 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 حطو فلوسه في البنك ادي ايه 600 اوكي احطو فلوسه احمد زي مكسب العائد اللي بيطلعلي من البنك طبعا حطيت الفلوس الاول يبقى ده before before الinterest قبل ما بيحسبولي قيمة الفايدة وبعد كده عندي الinterest او الprofit then after يبقى ريش before to interest to after before طبعا هو 600 الinterest او الprofit ده انا ما عرفوش ولا after يبقى question mark طب الpercentage فأنا اول digit هي 100% هي الاول حاجة قبل ما يحسبولي الinterest هي 100% طب الinterest هو مديهلي ب9.5% interest يعني profit يعني ما كسب يبقى هنا هعمل plus يبقى 100 plus 9.5 هتدي 109.5% اقدر دلوقتي اجيب total amount at the end of the year يعني after الprofit عمت رأي cross multiplication يبقى 600 by 100 9.5 divided 100 وطلع result equal a طبعا بالLE number 5 if a man paid LE 340 to buy a fan after 15% discount of the market price find the cost of the fan before the discount يبقى في عندي دايما لما يبقى في discount بيبقى في سعر في الاول بعد كده بيشتبوا عليه وبيكتبوا السعر الجديد بقى after discount يبقى عندي حاجة اسمها before discount ده price before discount وprice after discount يبقى عندي دلوقتي between before discount وafter discount وفي النص ايه حصل discount يبقى before to discount to after the three hundred forty ده ايه ده اللي هو دفعه احنا بندفع السعر اللي في النهاية خالص يبقى after discount طبعا انا ما عرفش discount ادي ايه in real يعني ولا before discount كان ادي بس الpercentage عندي دايما hundred percent بتبقى تحت مين first digit اللي هي before discount اللي هو البداية الحاجة اللي بتوقف في الاول قبل ما اعمل discount قبل ما اضيف interest او الفايدة قبل ما اشوف المكسب والخسار يبقى دايما هو الهندرد برسنت اللي بيبقى في البداية discount عندي 15 discount يعني subtraction يعني فلوس بتقل يعني اللي انا هدفعه هيبقى اقل يبقى كده هعمل minus يبقى hundred minus 15 تديني 85% يبقى علشان اجيب بقى before discount هعمل cross multiplication 340 by 100 divided 85 هيطلع result before 100 اللي